طب أنت دلوقتي كمنتج طبعاً مع التجارب اللي فيها طول الوقت مغامرات وطرح أسامي جديدة فيها رزق فخلينا نبتدي بالآخر بإيمان أنت إيمان العاصي رأيك فيها إيه كأول بطولة مطلقة؟ أولاً إيمان العاصي عن مستوى الشخص أنا بالنسبة لي اكتشاف في المزازة أو مرأة أي طول العميل نعرف بعض هاي هاي بس أما قربنا من بعض بالنسبة لي بني قدمة جميلة جداً 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 على مستوى الشخصي والفني إيمان بالنسبة لي في المسلسل ده اكتهدت جداً مزاكرت جداً تتلع تروحها يعني مزاكرة وتحضير ويعني بجد برضو فكرة على نياتكم ترزقون هي اشتغلت وكتحطى نيتها جداً في الموضوع أن هي تعمل حاجة حلوة وبتفايت أن هي ما تبانش إيمان اللي طول عمر الناس عارفهاها البنوتة الكيوت اللطيفة اللي مش عارف إيه اللي الناس كلها يمكن لو قارت الورق في المطلق تبقى متخوفة من فكرة إيمان لأن إيمان البنوتة الجميلة دايماً دايماً الفيدات دايماً الأمور يعني حتى في جعفر العمدة لما كت مع رمضان كت عاملة البنوتة الشعبي بس في النهاية دلال البنوتة الحلوة الشعبي اللطيفة هنا التحدي بالنسبة لنا كلنا وعلى رأسنا إيمان إنه لازم الناس تقتنع إن إيمان واحدة من نسيج هذا الشعب الناس اللي شغالة اللي تعبانة اللي مبسوطة اللي بتنزل الشغل كل يوم من ستة الصبح أو حتى لو ما بتنزلش الشغل اللي بتودي عيالها وترجع عيالها وتهتم بجزءها وتعمل بيتها وتعمل دا كان ميشن لنا كلنا مش الإيمان بس إيمان والورق والمخرج وريمون ونجلاء وكل الناس كلنا بصراحة الحدوتة بالنسبة لنا كتفايت مرعب إيمان من بعد ما قعدنا كذا مرة ونزلنا اللوكيشن أنا أول مشهد لإيمان هو أول مشهد ليه؟ إحنا الاتنين نزلنا وصورنا أول يوم مع بعض وبنصور مشهد في حلقة 9 فإحنا لازلين إحنا الاتنين إيمان أنت فهم حاجات اللي هو يعني مشهد اللي هو مشهد وإحنا راحين نسأل على أكرم في الفيلا أول مرة خلص لما خدتها ونزلت مصر وبنزل الراجل كبير بيقولنا لأ دا أنا اشتريت الفيلا دي بقى ليه 20 سنة آه آه